لا يتوقع أن يقدم الصدريون حتى منتصف حزيران المقبل أية مقترحات جديدة بشأن الأزمة السياسية كذلك الإيطاليون ينتظرون تعثر خصومهم أو تدخل إيران وبحسب أوساط الصدريين فإن زعيم التيار الصدري غير مهتم بالحصول على الحكومة بقدر اهتمامه بمنع التوافقية موضحين أن التيار الصدري جرب تشكيل الحكومة ولم ينجح ثم انتقل إلى الجزء الثاني من تعهده وهو التحول إلى معارضة وهو بذلك أغلق الباب تماما أمام أي حكومة توافقية وتقول مصادر مطلعة إن الإطار التنسيقي استنفذ تقريبا كل الحلول وينتظر تحرك الآخرين لحل الأزمة لافتا إلى أن الإطاريين لن يبقى أمامهم سوى التدخل الإيراني لحل الأزمة أو انتظار تفكك التحالف الثلاثية وأضفت المصادر التدخل الإيراني الآن في الأزمة العراقية متأرجح ويتعلق بشكل مباشر بالمفاوضات مع الولايات المتحدة بشأن الملف النووي ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر